البحرين وخمس أماكن تقضي فيهم الديوز الناس كتيرا بتروح البحرين اليومين دولة الدولة قريبة من الشرقية والجوة حلوة ورسوم بسيطة جدا علشان كده عايز اقولك ازاي تقضي يوم من احلى الايام والكلام ده موجه اكتر للناس اللي رايحة جدد الزيارة بصراحة يا جماعة مش فكرة مش حلوة خالص انك تروح تلفل من عالجسر كده وترجع وتبقى جدد ما تخش تشوف فلد جديدة وناس جديدة واماكن جديدة ناس محترمة جديدة الروح استمتع ومتع الناس اللي معاك علشان كده عايز اقولك اول مكان تخشه مشروع باب السعادة وتقريبا في المحر مشروع باب السعادة ده يفتح لك السعادة فعلا هو مجمع تجاري كده مميز كبير على البحر في مطاعم كبيرة اوي في اماكن حلو اوي انك تسوق فيها وفي كافيهات وفي سوبر ماركت مكان حلو اوي زريف اوي وعلى البحر نفسه تقدر تأجر قريب او تقدر تأجر او تركب سفينة وتقدر وقت حلو في البحر تاني مكان لازم تروحوا سوبر ماركت كنوز الجنة لمنتجات المصرية وده نقل للزمن بين البحرين ومصر اول ما تفتح باب السوبر ماركت هتحس انك دخلت السوبر ماركت اللي موجود في حارتكم في مصر حلوة اوي بحب اروحوا دايما للمكان ده تالت مكان لازم تروحوا باب البحرين ولو ما رحتوش قبل كده حابب اقولك ان كفايتك كتير اوي عارف ليه عارف مثلا خالي الخليلي في مصر عندنا زيه بالزبط بس على كبير شوية مكان لازم تزوره جاء وقت الغداء ودليل البحرين قال لي ان مطعم اسمه تبريز بيقدم سمك محترم جدا بصراحة كنت نفس اروح لكن الوقت سرقنا وما فيش طاقة قد كده فقدناها كنتاكل اللي لقناها اول واحد كان موجود برضو قريب من باب البحرين او من سوق باب البحرين المكان الخامس والاخير وانت راجع على الخبر هتلاقي على يمينك سيتي سنتر تقدر تخش هناك في مسجد كبير تريح شوية وتاخد نفسك وبعدين تتسوق في السوق المكان حلو قوي او في المول مكان حلو قوي منظم ومرتب بشكل ظريف جدا تقدر تقضي فيه وقت هناك وعلى فكرة فيه تخفضات اليومين دولت يعني تقدر تغرض بسعر كويس لو مهتم اكتر بالكلام اللي انا قلته ده ممكن تضغط متابعة ولايك والاماكن دي هواضحها لك كلها على مدار الاسبوع وكل اللي دار في البحرين تخيل تركب مركب في عرض البحر لمدة 20 دقيقة بـ 25 ريال الجزء التاني وتخرج فين في البحرين ما تنساش اللايك والمتابعة لو عايز تشوف اكتر واكتر مشروع السعادة اللي موجود في المحركة بارعا بلازة كبيرة ومساحة شاسعة موجودة على البحر ومفتتح من سنة تقريبا اغلب المحلات فيه مطاعم والملاحظ ان المطاعم فيه كبير قوي يعني مطعم مثلا واخد دورين تتخيل كده انك قاعد مثلا في الدور التاني قاعد تاكل مبسوط والقوارب عملت لفة حواليك في البحر منظر حلوة قوي وفيه كافيهات كتير بكلها مطلعة على البحر وجربنا نشتري من السوبر ماركت لقينا اسعار ونفس اسعار البلد تقريبا الجزء التاني المهم اللي هي القوارب اللي ممكن تؤجرها بصورة فردية او جمعية والجمعية بـ 2.5 دينار للفرد والاطفال اقل من سنتين مجانا الرحلة في البحر مدتها 20 دقيقة بالزبط بس رحلة ممتعة جدا لان كل المناظر اللي حواليك جميلة جدا سواء بقى بحر ميته صافية او اوراج مرتفعة او كوارب تانية فيها ناس تانية بتلف حواليك حاجة حلوة جدا ومكان مميز جدا نصيح تلك في المكان ده انك تأجر الكوارب اللي بالحجم الصغير هتستمتع اكتر وهيبقى فيها راحة اكتر ولو معاك اطفال اتفاوض في الاسعار مكان مميز يستهل الزيارة واحنا في البحرينجا فاننا نروأ شوية ونقضيها منتجات مصرية عشان كده راحنا المكان المفضل بالنسبالي اللي دايما بروح مع اي زيارة البحرين سوبر ماركت كنوز الجنة للمنتجات المصرية ما شاء الله تبارك الله عندهم منتجات مصرية كتير اوي هو بصراحة المكان كله منتجات مصرية بس وتحسوا كده اول ما تدخل انك طلعت من السعودية على البحرين على مصر على طول في سيخ ورينجا وانشوجة بصراحة جربت من عندهم الرينجا الصايبة طلعت خطيرة جدا والاسعار مختلفة طبعا ومشروبات مصرية بردة اكيد معانا في الجدول شويبس وفيروز وبريل والعصائر اللي انتم بتعودين عليها ومشروبات سكنة يعني بغوف والعميد واليمني عبد المعبود واكيد على راسهم شاي العروسة مش محتاجة كلام طلبات ست البيت اكيد موجودة السمنات والبهارات والرؤاء والحاجات دي كلها والطيور كلها موجودة عندهم تقريبا السماء بالرئيس اللي خلينا اروح مكان زي ده بصراحة انه بفكرني بأيام زمان الدكان اللي تحت بيتنا اللي انا كنت باجيب منه الحاجات اللي انا عايزها او محل التموين اللي انا كنت باجيب منه التموين كل شهر بصوا ومن الاخر كده لازم تحط المكان ده في خطتك في زيارتك للبحر فسيخ ورينجا وحلويات مصرية ومنتجات مصرية وكحكة ومسكويت العيد وكل المنتجات المصرية اللي تتخيلها المكان اللي بحبه جي دايما اول ماجل بحرين محلات كنوز الجنة اللي موجودة في المحرق بالتحديد في شارع عبدالرحمن الفاضل اه بالتحديد في شارع عبدالرحمن الفاضل قريب من مدرسة طارق ابن زيال كان مميز جدا للزيارة لو جيت البحرين لازم تجيه لسه موجودين في البحرين وتخرج فين ودي الحلقة الرابعة والاخيرة زيارتنا النهاردة الباب البحرين وهو واحد من اهم المعالم التاريخية في العاصمة المنامة المكان اشبه بسوق اثري تاريخي جميل جدا عارف مثلا من خاند خليلي عارف بزارات شارم الشيخ نفس الوضع تقريبا بس على اكبر شوية وفي محلات ذهب كتير واضح انه كان في الاصل انه سوق ذهب وفي حاليا المهرجان للذهب برضو تقريبا هينتهي اخر شهر خمسة فقفات مختلفة وشعوب مختلفة هتلاقيها كتير في السوق ده اللي هو عبارة عن محلات كتير قوي منها الدكورات والتصاميم والملابس والنجف والتحف والمجالس في كل شيء تقريبا حتى لو مش هتشتري اعمل حسابك انك تقضيلك مثلا من ساعتين لتلاتة وانت ماشي بتتفرج كده على الشوارع الصغيرة على فكرة الشوارع هناك ضيئة قوي والمحلات قريبة من بعضها ودي حاجة جميلة جدا يعني انت بتتماشى كده واخد نفسك وشايف كل حاجة قدامك محلات كتير وانواح كل حاجة مختلفة هناك وكل حاجة كتير هناك مكان زريف جدا ولازم تزوره بأي طريقة ملحوظة مش هتلاقي مواقف جوه المكان او المواقف اللي جوه المكان زحمة جدا عشان كده نصيحتي لك في مواقف مدفوعة امام السوق وقف سيارتك فيها والساعة تقريبا بنص دمار ما تنساش اللايك والمتابعة واستنانا في مكان جديد يبدー acceleration اتنا secret مقاطع اشتراع